بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا طبعا واخد سلسلة الفيديوهات ورا بعض التوعية عشان اه امراض البرستاطة اللي بتهم كل راجل على مستوى الكرة الارضية. واهم شيء ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل اعجاب للفيديو عشان يصلك كل جديد. ودايما احنا الهدف الاساسي ان احنا ايه? انوصل المعلومة صحيحة موسقة لكل الناس وناخد بايدك كي تكون حاسس ان انت فعلا بنشاط وحيوية وصحة سليمة ان شاء الله. الاثار الجانبية عن التضخم. لما يحصل لقدر الله تضخم في البرستاطة. ايه اللي يحصل? اول شيء انتفاخ جدار المثانة. انتفاخ جدار المثانة مع زيادة ضغط الدم داخلها. اه انا دلوقتي حصل لقدر الله تضخم. عدنا مرحلة التهابات ومرحلة الحاجات اللي كانت لسه في البداية نقدر السيطرة عليها. دلوقتي وصلنا تضخم الحجم كبر. تمام? انتفاخ جدار المثانة مع زيادة ضغط الدم داخلها. ومن الممكن يعدس انفجار للأوعدة. للأوردة. يا الله. بحاجات بسيطة. ممكن كنا نتخلص منها في الاول. وصلنا للمرحلة عاملة ايه? تمام? داخل المثانة ويحدث نزيف حاد. نزيف حاد قد يهدد حياة المريض. لو حصل انفجار في الاوردة المغزية للمسانة. تمام? ممكن تؤدي الى حياة المريض للخطر. والعياذ بالله. تضخم الجانبين. ماشي? والحالبين. انا لقدر الله حصل التهابات والمرحلة عدت شوية. وصلنا لقدر الله للتضخم. البرستاتة بتروح افلة المسانة. والمسانة تروح رد البول على الحالبين. فيحصل احتقان في الحالبين. والبول يرجع يرد على الكلية. ويحصل انتكاسة في الكلية. تضخم الحالبين. ويصل الى الكلية. ويصل الى تضخم الكليتين. اه. ويصبح المكان ايه? خصب لنمو البكتيريا. والماكروبات. لنبول كله سمو. تمام? المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى. جعل الكلية ديا. والمسانة. والحالبين. عشان ياخدوا الحاجة دي. ويوصلوها لمجرى البول. في القضيب. عشان ايه? نتخلص منه. لان سموم دي كلها ايه بتطلع. طيب. تتطور الحالة. مع التليف بالكلية. حتى يصل الى الفشل الكلوي والعياذ واللحل. شوف كان بدايته ايه? ووصلنا لا ايه في الاخر خالص. وفي بداية التهاب البرستطا يشعر المريض برغبة غير عادية للرغبة الجنسية شديدة. ركز. المهمة جدا جدا جدا. في بداية الالتهابات. اتحسن فيه رغبة شديدة جدا. بعد فترة. الله اكبر. على غير العادة. يعني ايه? سن الانسان مش يوحي ان الرغبة دي تكون طبيعية. تمام? طيب. ثم تتحول الحالة الى انعدام بالرغبة الجنسية بعد فترة. ويصل الى عجز جنسي والعياذ بالله. تام وعدم الرغبة في العلاقة اذ لم يتم العلاج المضبوط والمناسب في بداية الامر. في بداية الامر. الوقاية خير من العلاج. ارجو ان انتو تفعلوا الجرس والاشتراك في القناة. والاعجاب بالفيديو. وكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.